هلا حبايبي نتمنى الكل يكون منيح. اه وحبايبي برج الجوزاء يعني انا كمان برج الجوزاء زيكم. بتمنى يعني هالشهر يكون كتير كتير منيح. لان احنا بصراحة عندنا كتير في حياتنا. يعني بكتر المشاكل وكتر الهموم وكتر الناس اللي بتكرهنا. مس نقول الحمد الله يعني على كل حال. هالقراءة يعني بالزات راح اقرأ لكم واقرأ لنفسي كمان دي اني انا كمان برج الجوزاء. بتمنى حبايبي تكونوا كتير مناح. واللي جديد في القناة يشترك. وبحبكم كتير. واللي مش تركي. يعمل جيم كومنت حلوي حلوين. قولوا لي هالقراءة تماشى معاكم ولا لا. هالا اكتر الناس بتوصلني طاقتهم ولا لا. بحب انا بحب يعني يعرف بحب تواصل مع مع متابعيني عن قرب. وولو المواضع اللي بدي يعني بدكم احكي عليها. هلأ رح ننتقل رح ننتقل اللي قراءتنا. رح ننتقل طاقتنا الحالية. احنا عاملين اي يا حبايبي. اللي انا كمان واحدة منكم. انا كمان. برج الجوزاء. الكارت واقع. واقعت واحدة. يعني واحدة. وطاقتنا. شوفوا طاقتنا. بتراحة بتزاعل. كنت بتتمنى يعني بس ما علينا. احنا هلأ في في هيدا الشهر طاقتنا في الحزن. اكتقى ببار من ظهرنا للاشياء الماضية. يعني ما رايحين عن طريق كتير صعب. بنفكر بالليل كتير. طاقتنا الحالية يعني. الطئاب. احوالنا بقى احوالنا اوو لا لا القراءة باش يتبشرنا بالخير. اول شي يعني استنوا لما ناخد توضيحات اتأكد من الشيء. احنا عندنا عروض كثيرة. عندنا عروض كثيرة. بس احنا ما بدنا بتحقي العروض. الجوزاء ما بدك الا تكون على قمة اي حدا. بدك تفل بدك تكون مرتاح وبس. بس طاقة الزعل مسيطرة عليك اكتر. طاقة الزعل مسيطرة عليك اكتر. قبل ما ننسى يعني الطاقات اللي موجودة هون ترابية مائية ونارية ومن المائية الحوت. عاوزين نتجوز. احنا عاوزين نتجوز. يعني طالع اللي طاقتنا. يعني شو يعني رح يجي نتجوز ولا ايه? رح مشوف. يا حبيبي رح مشوف. ام. بدنا بس ما بدنا يعني نجرح تاني احنا محتاجين نهتم بحالنا يعني الورقة طلعت مقلوبة محتاجين نهتم بحالنا نضلل حالنا احنا نضلل حالنا زي ما بتشوف يعني هاي المرقة هاي المرأة يعني لازم نهتم بحالنا هالورقة طلعت معنا هيك لازم نهتم بحالنا كتير. لازم نكون هيك يعني حلوين. يعني نعطى نفسنا الاولوية اكتر من اي شي. يعني احنا بنفضل اللي احنا برج وزق بنفضل الناس علينا. اه يعني اذنا يعني اللي عربت او او حياتنا نمشيها صح. احنا اللي نتحكم فيها مو حالة وبرمين ظهرنا ببرمين ظهرنا للماضي وريحين. اه وكمان بيشوف يعني رح تجينا فرحة كمان. بس راحة يعني رح تجينا فرحة ورح يجي انسان ما رح يقدم تصالح رح يقدم عرض ومراها وراها رح يكون احتفال وزواج ان شاء الله. يعني تالي بطاقة بتأكد يعني رح يقدم عرض الزواج. بس لازم اعرف مين هيدا. اعرف مين يا حبايبي رح اعرف مين. في تواصل في تواصل ممكن شخص من الماضي راجع. ايه شخص من الماضي راجع. شخص من الماضي راجع وراح يتواصل يعني بدو اول شي يعني بدو يتواصل معانا. بدو يقدم شي وبدو يحكي كلام كتير. يعني هاي الشخص بيحس نفسه ضايع يعني سوري بيحس نفسه ضايع لما نحنا ما يكون في حياته. يعني لما نحنا يكون في حياته يعني بيكون عنده الحظ كتير. هذا الانسان. آآ كمان. كمان في انسان. ليش ليش طلعت? نحنا بالمين ضحلنا? نحنا في الواقع يعني آآ جسدنا وكل شي يعني بار من ظهرنا للماضي. ونحنا في طاقة الحالية نحنا بتنستشفى. اقتقت استشفاء. اقتقت سلام وهدوء. هذا كمان برج الدلوح. بس في عقلنا الباطن نحنا لسه مربطين. لسه ما عارفين حالنا شو بدنا. لسه يعني بنفكر يعني شوفه كيف يعني بتشوف يعني بنص بنص عين بنقول اللي احنا في المغرب يعني بار من ظهرنا وكل شي بس لسه مربطين. لسه ما عارفين نخج من الطاقة. الطاقة يعني اللي كانت في الماضي. الحب اللي كانت في الماضي. بس راح اي شي انكسر في حياتكم في هالفترة. اي شي انكسر في حياتكم هالفترة زي ما بنشوف. اي شي انكسر في حياتنا راح يرجع يتصلح شوي بعد شوي بعد شوي. ورح تدور معنا الكارمة. يعني الكارمة راح تكون في صالحنا. اي شي كنا بنحلم به راح يتحقق هيدا الشعب. يعني يكونوا متأكدين. وزي ما بقلكم طاقات عامة يعني طاقات كل الابراج. يعني راح تكون الكارمة صالحنا. احنا نحتاجين نرتاح نفسين جسديا. يعني لما نرتاح نفسين راح نرتاح كذلك جسديا. يعني لازم نرتاح لازم اعطى نفسنا الراحة اكتر من كده. يعني بتعبانين احنا بتروح يعني بتعبانين كتير. بس نفس الطاقات لما راح اخذ حجوم. لانه نفس الطاقة. قلب مكسور. ليش? 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 احنا. احنا افتقط استشفاء. بنستشفي يعني بنحال ان نداوي جروحنا. جروح اللي كانت في الماضي. بس حدا راح يرجع راح يرجع لنا. من الماضي كان كسر قلبنا. ورح يرجع. يرجع يظهر تاني في حياتنا. بس احنا هن نرجع لا اولا. هذا الاختيار بيبقى لكم انتم. راح ناخد نصيحة لنا. نصيحة لبرج الجوزاء. برج التور طلع معنا كمان. يمكن شارككم من برج التور. ممكن. النصيحة. النصيحة بنتسمع كلام الناس. اول نصيحة يعني ما تسمع كلام الناس. وبعد عن اي شي بوجهك. شوف علامة الجديد. اتعرف على الناس الجداد. اه حب الحياة. حب الدنيا. منشان توصل لاستقرارك. توصل للاشيء اللي انت بدك توصل له. انا راح نعرف مشاعر الحبيب. مشاعر الحبيب. ما راح ناخدها. مشاعر مشاعر الحبيب. مشاعر الحبيب. avec الله. اشتركوا في القناة. طاقة الشريك. او الحبيب. هذا اللي نجوزين. يعني مشاعر الحبيب. اول شي راح ناخد طاقة الشيء او. راح اخذ نصيحه. نصيحه. اوكي. هلأ راح نروح طاقة الشريك. طاقة الشريك. طلع لنا برج التور. يعني بتأكد لانه الاكترية او الكثير الناس يعني من برجه وزق مرتبطة. او مرتبطة مع برج التور. نصيحه. اعفون طاقة. طاقة الشريك. طاقة الشريك بيحبكم كثير. الاخذ لو كان برج التور. يعني بيحبكم كثير. شفتوا. شفتوا كيف. بيحبكم. رغم انه عنده عروض بس هو بده الحب. بتاعكم. شريككم بيحبكم كثير. طاقة الحالية يعني اخذ حب. بده يجيب بسرعة لو كنتم مرتبطين. بده يرجع. لو كنتم منفصلين بده يرجع. بده يداوي يداوي القلب اللي الكسر. هذا الانسان لو كان لو كنتم لسه مرتبطين. هيدا الانسان عمل شي جرحك. لو كنتم لسه مرتبطين. عمل شي جرحك او بقال لك كلام جارح. بدون قصل انت زعلت. رح يصالحك. رح يجيك ويقلك I love you. رح يجيك ويقلك سامحني. لانه هالشخص بيحبك. يعني لما منشوف طاقة حب. الشخص بيحبك. مو قادر يعني ينساك بيفكر كتير. شايفك حلو. ندمان. ندمان هيدا الانسان. سواء كان كلام اولاك. او انتو منفصلين. هيدا الانسان ندمان. ندمان كتير. وشايفكم في صورة كتير حلوة. زي ما قلت لكم لازم تهتمم في نفسكم نفس الطاقة طلعت لي هو كمان. شايفكم حلوين جدابين. وكل الشي. بس قلبه مكسور. او هو كسر لكم قلبكم. زعلان. حس حلو مربط. حس حلو ما بيعرف يعمل الشي. حس حلو يعني. ولا شي بدونكم. هادا الانسان لو كنتوا منع في الماء اللي كنتوا من مرتبطين. رح يجي ورح يقزم لكم عرض. عندوا تعلق جسدي معاكم. يعني ممكن تكونوا. يعني عندوا تعلق جسدي. تعلق جنسي. بيتذكر كل الضحكة والفرحة اللي كانت يعني. هادا الانسان. رح يجي. رح يجي ويداوي قلبكم. ورح يطلب منكم السماح او الرجوع لو كنتوا منفصلين. اه. بيستشفي. بيوازن اموره. مربط. ما عارف حلو شو. شو اللي بده هو انه يرجع عندكم مت. ويبدأ فرصة جديدة معكم. انه هادا الشخص بيحبكم. طلعوا معنا كمان برج الدلو. رح قولكم الطاقات المائية ترابية برج الطور. اه برج الجدي. كمان. ابراج نارية. برج الاسد. خلاص هاي الطاقة اللي طلعت معنا. اه بدي هادا الانسان بده يجي ويقل لك كلام كتير حلو بيقل لك بحبك. سامحني لو كنتم مزاعلين. بس هادا الانسان مكسئ بكتير. حالة اكتئاب حالين وندم. ندم كتير كبير. ندم ندم ندم. ممكن يجي وتلب منكم زواج. هادا الانسان. بده يتزوج. بس بكم انتو. انت علي. النصيحة. النصيحة بتقول لك. راح تجيك فرصة. راح تجيك فرصة اللي انتك انت بتتمنها وبتتسنها. النصيحة بتقول لك انه. هذا الشخص بيشبهك كتير. بيشبهك ونفس مقدار الحب اللي في قلبك في قلبه هو كمان. هاي دي هي نصيحتكم. الرجوع بيبقى قرار لكم انتو شخصيا. على حسب يعني كل برج. بتمنى تكونوا بخير. اه ما تنسوا تكتبوا لتعليق. تعملوا جيم او لايك. وتدغسوا تدغسوا على زر سبسكرايب. وبحبكم كتير حبايبي. واسفة اسفة يعني لو كنت بتكلم بطع وهيكرا. لانه الطاقات طاقات كتيري. وانا تعبانة شوي يعني حاولت اعمل لي في جهدي يعني مشان اعمل لكم فيديو. بحبكم كتير. باي. حاولي.